منذ عام 1946 ومع التئام العرب في قمتهم الأولى كانت وما زالت القضية الفلسطينية ملفا حاضرا بشكل دائم في اجتماعات القمم العربية وفي ظل الثوابت المبدئية العربية لم تخلو مقرارات أي اجتماع عربي من قرارات تدعم فلسطين وتدافع عنها في مواجهة أي اعتداء إسرائيلي ظل الدعم العربي لفلسطين حاضرا على المستويات كافة السياسية منها والاقتصادية والإنسانية وفي خضم التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية لا سيما مع التوسع الاستيطاني والتصعيد المستمر في قطاع غزة وكذا خلافات أقطاب الحكم في الداخل الإسرائيلي تسعى القمة العربية الثانية والثلاثون في السعودية إلى دعم الموقف الفلسطيني في مواجهة ممارسات وسياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية على الرغم من التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة العربية يبقى الموقف العربي ثابتا وداعما للحقوق الفلسطينية الشرعية مع المطالبة بتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة وضرورة إيجاد حل عادل ودائم لقضية العرب المركزية